أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وأكد مدبولي في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية أن منظومة الملكية الفكرية لها دور في دفع عجلة التنمية والاقتصاد هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعيها في مصر وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف إيمانا بأهميته وإدراكا لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة برؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإلمامها بالدور المتعاظم لاقتصادي المعرفة والتطور التكنولوجي